نتيجة الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي يخشى مسؤولون إسرائيليون من اندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي المحتلة المخاوف من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية تأتي وسط خلافات كبيرة وعلنية على المستويين السياسي والأمني داخل إسرائيل في التعامل مع السلطة الفلسطينية والفلسطينيين في الضفة الغربية والتي تتزامن مع مخاوف من تحول الضفة إلى جبهة ثالثة من التصعيد بعد جبهة قطاع غزة والجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني وارتباطا بذلك هاجم مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وزراء ومسؤولين سياسيين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناتجة تتساعد إلى تصراع داخل الضفة الغربية وهو ما يؤدي عن وعين ودراية وعمد نحو انتفاضة فلسطينية جديدة لا يتحملها الداخل الإسرائيلي في الوقت الحالي على حد وصفه المسؤول الأمني الإسرائيلي اتهم أعضاء حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بالعمل على تقويد السلطة الفلسطينية داعيا إلى عودة العمال الفلسطينيين مرة أخرى إلى إسرائيل من أجل العمل حتى لا تنفجل الأوضاع من جديد ومنذ السابع من أكتوبر الماضي تشهد الضفة الغربية عمليات تصعيد وعنف غير مبررة من قبل جيش الاحتلال أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة واعتقال آلاف آخرين في هجمات طويلة خلفت الكثير من الدمار في البنية التحتية والمنازل المجازل التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطع غزة والضفة الغربية تدفع الفلسطينيين يوما بعد يوم للقيام بانتفاضة ثالثة لمواجهة الاحتلال